وعد الفين مش بس كلام غزلاني بنزلك يعني لما تكوني في شغل كيف يكون جوك؟ أما شغل فيه في أي شغل يعني أنت تديري فيه؟ بالنسبة لي هذا عملي برغبة مني كون مرتاحة حتى يكون عندك ضغط في الشغل هل تكوني أنت مزاجك حلو أو لا؟ لا أسمع بالنسبة لي أني فيها عيب تمام أني حياتي الخاصة تأثر فيه في أي شيء في علاقاتي في عملي في كل شيء رغم أني ندير المستطاع أني نغير جوي فضروري الناس يحسوا أني غزلان مجتمع أني ممكن أكثر المشاهدين لما في مرة في الحلقات يقولون غزلان خيرك اليوم مش جوك مجتمع لأني متعودة نضحك هل بفا لما ما نضحك شو كده فواضح أني جوي خي لكن حاول أني نغير جوي باي لو ما فيش مشاكل مشاكل شخصية وانتي يكون عندك في شغلك وانتي في حال الضغط في شغلك كيف يكون مزاجك؟ هل أنت تكوني من النوعية اللي ما تحبش محد يكلمها في حالة الشغل أو من النوعية يعني تكون متنرفزة لما يكون عندها ضغط تكون تتعافلك النوعية هذي في نوعية يستمتع لا بالعكس أنا مستمتعة جدا لا أنا مستمتعة جدا لا أنا مستمتعة جدا ممكن حتى الاتصال يتصل أي شخص ممكن الشخص يتصل يقول حاجة سلبية يعني فيها مش حان نتكلم لأن هذا رأيها الخاص مش حان نزعل نهائيا والحمد لله قاعد يلتوه ما يوجد حاجة مجتمع لأربع سنوات إن شاء الله حتى هو ما يوجد حد أرضو باكم تتصلوا على الخاطر قلتك لما راح تديرها بالعانية يا يارا ولا لا خلاص منتوه لو حد تصل قل كلمة مجتمع أو حاجة سلبية فمعناها هذي مقصودة مقصودة لا الحمد لله والله بجدية حب الناس نعمة كبيرة فأني نحب الناس فهذا لشنا سيحبوني لأربع سنوات في حياتي عمري أربع سنوات كلها في الراديو وفي التلفزيون عمري حد ما تصلوا وقال حاجة مجتمع نتمنى دائما في كل صباح نقول حاجة واحدة بس ربي يلقيني مع الناس الأحسن مني أول ما نفتح عيوني هذه الدعاء الوحيد اللي نبدأ به صباحي والحمد لله صحي يعني لا في الشارع ولا في أي مكان أن نكون فيه دائما ربي يلقيني مع الناس طيبة ومع الناس كويسة الحمد لله كويسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة